السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالجميع اليوم إن شاء الله عدنا فيديو موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط رانا مكملين مع التحضيرات لاختبار الفصل الثاني إن شاء الله اليوم عدنا مراجعة خاصة بالمقطع الثالث حول الأنشطة اليومية ولكن ليس مثل الفيديو الماضي الفيديو الماضي كان حول أنشطتي اليومية يعني الأنشطة اليومية الخاصة بالتلميذ اليوم إن شاء الله رح يكون الموضوع حول الأنشطة اليومية الخاصة بالأم لأن هذا أيضا موضوع متوقع بقوة إذن نبدأ بقراءة النص أمي تنهض باكرا على السادسة والنصف لصلاة الفجر تحضر الفطور ثم تقوم بغسل الأطباق وتنظف المنزل بعد ذلك تحضر الغذاء في المساء تساعدني في حل واجباتي المنزلية ثم بعد ذلك تحضر العشاء بعد العشاء نشاهد التلفاز تقرأ بعض القصص لي وتذهب إلى النوم على العشرة مساء I love my mother أنا أحب أمي She is a wonderful woman إنها إمرأة رائعة إذن نبدأ بالأسئلة الخاصة بفهم النص The text is about النص حول My mother's daily activities الأنشطة اليومية لأمي My daily routine روتيني أنا اليومي My father's daily activities الأنشطة اليومية لأبي أكيد الإجابة هي My mother's daily activities Task 2 التمرين الثاني I read the text Then say true or false أقرأ النص وأقول صحيح True أو خطأ False My mother gets up at half past six انتبهوا هنا الساعة بالأرقام بينما في النص بالحروف Half past six يعني التلميذ لازم يكون يعرف يقرأ الساعة لكي يقارن بين النص وبين الأرقام إذن هذه Half past six السادسة والنصف وهذه Half past six السادسة والنصف So this is true صحيح My mother and I أمي وأنا Watch TV after lunch نشاهد التلفاز بعد الغداء نعود إلى النص After dinner بعد العشاء We watch TV نحن نشاهد التلفاز We هي نحن إذن false بعد العشاء After dinner وليس بعد الغداء My mother is a wonderful woman أمي إمرأة رائعة True صحيح Task three I write أكتب A B C or D Under the correspondent picture إذن عندنا أربع صور تعبر عن أنشطة يومية وعندنا أربع جمل نقرأ كل جملة ونضع حرف الجملة تحت الصورة التي تعبر عنها I play football I play football تعبر عن هذه الصورة إذن نضع A هنا لأنهم طلبوا مننا فقط وضع A B C or D My mother cooks lunch أمي تحضر الغداء هذه الصورة إذن نضع B My mother goes to bed أمي تذهب إلى النوم C هنا My father watches TV أبي يشاهد التلفاز هنا نكمل مع أسئلة فهم النص Task four التمرين الرابع I complete the table about my mother's activities In the evening And at night إذن سوف نستخرج من النص The daily activities الأنشطة اليومية الخاصة بأمي In the evening في المساء And at night وفي الليل In the evening في المساء She helps me with my homework She cooks the dinner إذن نكتبها هنا الآن At night في الليل She reads some stories to me And goes to bed at 10 p.m الآن إنتهينا من أسئلة فهم النص ننتقل إلى أسئلة القواعد التمرين الأول في القواعد سيكون حول التصريف الزمن الذي سيصرف فيه التلميذ الأفعال هو The Simple Present Tense إذن قبل البدء في حل التمرين سوف أقوم بشرح مبسط وسريع لل Simple Present Tense حتى يتمكن تلاميذ من حل هذا التمرين إذن تبعوا معا أخذ كمثال الفعل Play يلعب أي فعل عندما نقوم بتصريفه في Simple Present Tense يجب أن نرجع إلى ال Subject يعني الفعل يصرف حسب الفاعل حسب ال Subject إذا كان فاعل الجملة هو I أنا You أنت أنتم أنتنا We نحن They هم هما هن إذا كان الفاعل واحد من هذه الضمائر الفعل الذي يكون بين قوسين الفعل يكون بهذا الشكل مثلا To play بين قوسين نحذف الأقواس ونحذف To لأنها علامة الانفينيتيف ونترك الفعل كما هو الفعل هكذا هو مصرف Play I play I play You play We play They play أوكي بينما هناك اختلاف في حالة ما إذا كان الفاعل هي هو She هي It معناها هو أو هي للمفرد الحيوان أو غير العاقل الأشياء إذا كان فاعل واحد من هذه الضمائر هنا نحذف الأقواس ونحذف To ونضيف S للفعل أوكي هناك حالة خاصة بسيطة أيضا مع بعض الأفعال التي تنتهي ب أو S double S X S H C H and Z إذا كان الفعل ينتهي بحرف من هذه الحروف مثل الفعل مثلا Do مع هي وشيو إت نضيف E S وليس S فقط بينما مع الضمائر الأخرى I, U, We, Day لا يهمني بماذا ينتهي الفعل لا يهم فقط أحذف الأقواس وال To وأترك الفعل كما هو فهو مصرف إذا متى نضيف S أو E S فقط مع هي وشيو إت في أغلب الحالات نضيف S وفي بعض الحالات عندما يكون الفعل الذي بين قوسين ينتهي بحرف من هذه الحروف نضيف E S مع هي she and it الآن سنقوم بحل التمرين وسيكون سهل على التلاميذ إن شاء الله I choose the correct answer أختار الإجابة الصحيحة He get up ولا gets up بما أنه عندي هي قلنا هي وشي وإت دائما نضيف يا إما S يا إما إي أس إذن فسوف نختار gets up I play ولا plays بما أنه I لا نضيف الأس نختار play she has ولا she have she has I do ولا I does I do it are ولا it is it is هنا عندي هذا الفعل هو to be هذا الفعل تصريفه خاص يعني لا يصرف مثل بقية الأفعال لأنه auxiliary verb يعني فعل مساعد to be كيف يصرف في simple present أيضا حسب الفعل I you we they he she and it إذا كان الفعل he she and it نقول is نحذف الفعل كاملا to be ونضع is بينما إذا كان you we they نضع are وعندنا I وحدها نقول I am أوكي هذا فعل خاص task 6 I put the words in the right box عندي ثلاث كلمات سوف أضعها في الجدول حسب نطق الآس الآخرة في الكلمة what she is تنطق is لماذا لأنه قبلها she helps تنطق so لأنه قبلها p please تنطق so لأنه قبلها y إذن ماذا نستنتج نستنتج أن نطق الآس في آخر الكلمة يكون حسب الصوت الذي قبلها سوف أترك لكم رابط فيديو هذا الدرس بالتفصيل كيف تنطق الآس في صندوق الوصف أتمنى أن تطلعوا على الفيديو الآن وصلنا الوضعية الإدماجية التي تتحدث عن الأنشطة اليومية للأم I complete the paragraph أكمل الفقرة about Sarah's mother حول أمي Sarah using the following words and phrases باستعمال هذه الكلمات والجمل الكلمة الأولى هي TV التلفاز bed السرير breakfast الفطور 10 p.m. العاشرة مساء evening المساء evening هو بعد الثامنة مساء morning الصباح My mother's name is Samia اسم أمي هو Samia She is 37 years old عمرها 37 She gets up at 6 a.m. in the morning تستيقض على السادسة صباحا She makes تحضر breakfast Washes dishes and cleans the house In the afternoon she watches دائما الفعل watches يتبعه TV For an hour then takes a nap In the evening في المساء She prepares dinner and then we eat all together while watching TV After dinner بعد العشاء My mother tells me stories أمي تحكي لي بعد القصص She goes to bed تذهب إلى السرير At 10 PM إذن هذه وضعية مختصرة عن My mother's daily activities تقدر تدير لها Capture والتنميذ يحاول أنه يتدرب عليها وصلنا نهاية حل هذا الاختبار ونهاية هذه المراجعة Good luck and goodbye Bye